موسيقى الحمد لله رب العالمين القائل ولا ذكر الله أكبر نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات ونحن في هذا الشهر الكريم العظيم شهر رمضان المبارك إننا سنقف في هذه الحلقة مع عبادة عظيمة إنها عبادة سهلة وميسرة لمن وفقه الله عز وجل إنها عبادة الذكر ذكر الله عز وجل الذي تطمئن إليه القلوب وتنشرح له الصدور ألا بذكر الله تطمئن القلوب أمر الله عز وجل بالذكر بالليل والنهار في البر والبحر في السفر وفي الحضر في الغناء وفي الفقر في السقم والصحة والسر والعلانية في كل الأحوال أمر الله عز وجل بذكره فمن ذلك قال الله عز وجل وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَا الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِينَ وقال بعدما قضوا الصلاة لعباده فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة قال الإمام الطبري فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام كانوا إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا ليفتخروا بآبائهم ويذكروا أيام آبائهم فأمرهم الله عز وجل أن يجعلوا مكان ذلك ذكر الله عز وجل فقال اذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرى منزلة الذكر منزلة عظيمة عند الله أيها الإخوة يقول الله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون والذكر هو قوت القلوب والأرواح فقوت القلوب والأرواح هو ذكر الله عز وجل فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت ولا شربت منزلة الذكر أيضا قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال تعالى في ذنب المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وعن عبد الله بن بسر أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ذكر الله للذاكرين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أي في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده ذكر الله عز وجل ينير القلوب ويشرح الصدور ويطمئن القلوب كما قال الله عز وجل فعلينا أيها الإخوة أيها الأخوات ونحن في هذا الشهر الكريم العظيم أن نكثر من ذكر الله عز وجل وأن نعطر مجالسنا بذكر الله عز وجل فقد قال صلى الله عليه وسلم عن قوم يجلسون ولا يذكرون الله قال لا يذكرون الله فيه في مجلس ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة أي هذا المجلس الذي لا يذكرون الله فيه وإن للذكر فوائد عظيمة منها أنه يطرو الشيطان ويقمعه ويقمع الشيطان الشيطان جاثم على قلب ابن أدم فإذا ذكر الله خنس وإذا غفل أقبل ووسوس من فوائد الذكر أنه يرضي الله عز وجل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما قال صلى الله عليه وسلم من فوائد الذكر أنه يزيل الهم والغم عن القلب من فوائده أنه يورث القرب من الله عز وجل من فوائد الذكر كما قال ابن القيم رحمه الله أنه يجلب الفرح والسرور للقلب من فوائده أيضا أنه ينور الوجه من فوائده أنه يقوّل قلب والبدن فيكون القلب قويا وكذلك البدن بذكر الله عز وجل من فوائده أنه يحيي القلب كما قلنا حياة القلوب هي بذكر الله عز وجل فإنه يورث القلوب حياة حينما يكون القلب ذاكرا واللسان ذاكر الذكر لله عز وجل هو قوة القلوب والأرواح هو قوة القلوب وهو قوة الأرواح فلنكثر في هذا الشهر الكريم المبارك العظيم من هذه العبادة العظيمة السهلة الميسرة وهي ذكر الله عز وجل تقبل الله منا ومنكم الصيام والقرآن والذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل شكرا شكرا